وعلى قاعدة رفض اختزال الموقف العراقي بخلافات الإطار التنسيقي والتيار الصدري أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أهمية الاتفاق على حوار سياسي بين جميع الشركاء للاتفاق على برنامج الانتخابات المبكرة بشرط عدم الاعتراض على نتائجها مشددا على أن حل البرلمان يجب مروره بقنوات دستورية وفي ذات التوجه كشفت مصادر مقربة من تحالف السيادة عن صدور توجيه عبر جروبات خاصة بتجنب الحديث عن دعم مبدأ إجراء انتخابات مبكرة في البلاد خاصة مع تحفظ أغلب القيادات على هذا المسار لأنه قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة في الخريطة الانتخابية ضمن المناطق السنية ولكي تكتمل الصورة أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورتشي بأن التشتت والانقسام الحاصل في البيت الكردية يفوق الانقسام الموجود بالبيت الشيعية حيث لا يوجد تفاهم بين الأحزاب الكردية وهو ما فاقم الأزمة الحالية في البلاد وبالتالي فإن مصلحة العراق ليست باستمرار الوضع الراهن اشتركوا في القناة